المناسبة أحمد النهاردة وإحنا بدأ قبل ما نتكلم عن مباراة الأهلي النهاردة أو بكرة إن شاء الله أول نهاردة النهاردة خلاص عد طيب النهاردة كان فيه اجتماع ما بين لجنة الأندية أو رابطة الأندية المحترفة واتحاد كرة القدم ولجنة الحكام برئاسة كيلاتنبرك من وجهة نظرك هل من الممكن أن نرى تطور بعد هذا الاجتماع؟ يعني أنا بتخيل أنه أي تطور اتحاد الكرة مش أساسه يعني اتحاد الكرة فعلاً مش هيكون هو اللي بيحل الإشكاليات العليقة دي كلها أنا بتشوف أنه ده تطور لا يعول عليه لأنه لو كانت القصة كلها نحن نعمل اجتماع عشان نلم الدنيا أو نتفق هيتقال إيه أو نتفق إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية فده شيء برى الإطار السليم للموضوع الكلام اللي طالع من جول اللي حصل النهاردة يعني أو ما تنام إلى أسمعينا كمتابعين أنه الكلام كان كله يعني من يتحمل المسئولية من يلقى عليه اللوم وده والله مش وقته يعني هو على رأسنا كلنا بس هو والله مش وقته الدنيا بايزة لدرجة مش ده وقته خالص لو في حد ما عايز فعلاً أنه يحدث تغيير فعل في المسألة دي لازم يحط التحاد الكرة في مسؤوليته تجاه لجنة الحكام وده كلام ما فيهوش أي عيب ما فيهوش أي إشكالية فكلاتنبرج يعني وعلاقته بلجنة تعيين الحكام أو اللجنة المنبسقة منه أنا بتخيل أنه ده كان على صدارة الأولويات لأنه أياً كان الفلتر اللي هو شايفه لنفسه كلاتنبرج هو مشهود عنه اللي أنا متأكد منه أنه مش راضي عن اللي حصل كله في الإطار ده وهو يشعر أنه هو محتاج مزيد من الحماية مزيد من الحماية من الناس اللي تعقدت معلهم الاتحاد الكرة اللي قالوا له تعالى طور لنا التحكيم في مصر فأنا بتخيل أنه أي تعديل مش أسسه اتحاد الكرة أنا بشوف أنه ده تعديل لا يعول عليه إطلاقاً هنا أنت تقصد أنه اتحاد الكرة لا يتدخل في عمله صح؟ لا يتدخل هو اتحاد الكرة ولكن يهيأ له الأجوان يهيأ له الأجوان أنا مش بقول أنه هو يحدث تغيير يلا دلوقتي حالاً نغير بس هو الدنيا كلها أنه والراجل يحمى لأن الراجل بغض النظر إحنا متفقين أو مختلفين على اللي بيحصل أنا مش شايف حتى أن دورك لاتنبرج بيتم تقديمه بنسبة 100% يعني أنا بشوف أنه فكرة أنه يطلع بس الفيديوهات والشروحات والحاجات أنا كنت متخيل حاجات تانية تحديث أعمق من كده يعني دي حاجات ممكن أي خبير تحكيم يعملها ولكن خلينا نقول أنه وجوده كراجل فير أكيد ملوش دعوه بأهل وزمالك ملوش دعوه بأي حاجة أو وجوده على رأس المنظومة وجود واحد بالليفل ده درب حق ماسو دليل أن يعني بعض الأندية بتحول أن هي يعني تقطع فيه للنهار بالضبط بدون داعي وبدون أي مشاكل وحاجات عبها مش كلاتنبرج وحاجات بينتقدها كلاتنبرج يعني حاجات بينتقدها كلاتنبرج ولكن بغض النظر عن ده خلينا على الأقل نضمن أن التجربة تكون محمية بس يعني احمي التجربة بكل الطرق وبعد ما تحميها تعالى نقايمها كلنا وتعالى نشوف مين تظلم السنة دي ومين تظلم تاني أكتر ومين لعب الصبح ومين لعب الليل نتناقش في كل الحاجات دي بس بعد ما التجربة تتمتع بالحماية كافية